أكد القيادي في المجلس الأعلى إحسان الكناني أن المنطقة تشهد توترا كبيرا منذ عدة سنوات فيما وصلت أطراف الصراع إلى قناعة تامة بضرورة الجلوس لطاولة الحوار مبينا أن الاجتماع الإقليمي الذي يشارك فيه العراق ومصر والسعودية وإيران وتركيا هو خطوة مهمة بهذا الاتجاه دائما الحوار هو محمود العواقب باستمرار التصعيد والتشنج دائما تأتي بنتائج عكسية ونتائج سلبية واستنزاف المزيد من ثروات هذه الدول والحوار دائما محمود العواقب باعتبار أنه المسائل التي تحل بالقوة وسفك الدماء ممكن حلها على طاولة الحوار